في حامل القرآن نقرأ كلام الله ونستوضح معانيه من تفسير المختصر في التفسير يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين يبين الله تعالى أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم سجود تقدير واحترام فسجدوا مسارعين لامتثال أمر الله إلا ما كان من إبليس الذي كان من الجن فامتنع اعتراضا على أمر الله له بالسجود وتكبرا على آدم فصار بذلك من الكافرين بالله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك حواء الجنة وكلا منها أكلا هنيئا واسعا لا منغص فيه في أي مكان من الجنة وإياكما أن تقرب هذه الشجرة التي نهيتكما عن الأكل منها فتكون من الظالمين بعصيان ما أمرتكم به فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فلم يزل الشيطان يوسوس لهما ويزين حتى أوقعهما في الزلل والخطيئة بالأكل من تلك الشجرة التي نهاهما الله عنها فكان جزاؤهما أن أخرجهما الله من الجنة التي كان فيها وقال الله لهما وللشيطان انزلوا إلى الأرض بعضكم أعداء بعض ولكم في تلك الأرض استقرار وبقاء وتمتع بما فيها من خيرات إلى أن تنتهي آجالكم وتقوم الساعة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فأخذ آدم ما ألقى الله إليه من كلمات وألهمه الدعاء بهم وهي المذكورة في قوله تعالى قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سورة الأعراف فقبل الله توبته وغفر له فهو سبحانه كثير التوبة على عباده رحيم بهم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدا فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا لهم انزلوا جميعا من الجنة إلى الأرض فإن جاءتكم هداية على أيدي رسلي فمن اتبعها وآمن برسلي فلا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا اشتركوا في القناة